إذن تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة ومدخل لدراسة هذا المتن المبارك الآن نبدأ بدراسة المتن أول قسم قلنا في هذا المتن ما هو؟ أول قسم عندما قسمنا الكتاب إلى خمسة أقسام المسائل الأربع جمعت في سورة العصر إذن هذا الدرس الأول إذن لابد أولا أن نتعلم لا يمكن أن نعمل بلا علم ولا يمكن أن نتعلم ولا نعمل أول شيء تتعلم تعلم تعمل حتى يجتمع العلم على العمل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن أول من تسعر بهم النار نصر عافية السلامة ثلاثة منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به إذن نتعلم أولا تعلمنا نعمل عملنا لابد أن ندعو بهذا الذي تعلمنا وعملنا به ثم نصبر تصبر على ماذا؟ تصبر أولا على العلم ثم تصبر على العمل ثم تصبر على الدعوة تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ سورة العصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا نقسم إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كل إنسان فهو خاسر واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل وتواصلوا بالحق دعوة وتواصلوا بالصبر صبر قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم ليس معنا هذا أن الإمام الشافعي لا يريد نزول القرآن لا يقول هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق فما بالنا بباقي سور القرآن وكل إنسان سواء مسلم أو كافر يريد الربح أو الخسارة الربح إذا من أراد الربح لابد أن نأتي بهذه المساء الأربع العلماء رحمه الله تعالى قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله حتى تؤدى نصبر على الصلاة على الصيام على الحج على الزكاة الثاني الصبر عن معصية الله حتى تشتنب نصبر عن المحرمات عن المعاصي عن الربا عن الزنا عن الفواحش الثالث تصبر على أقدار الله ما يقدر الله عليك مارض فقر ابتلاء والله أعلم